اشترك في التنافس ولا نرضى الهزيم في الابداء نحن هنا نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا واسهلا بكم متابعين الكرام حياكم الله وبياكم في حلقة مختلفة ومتجددة من برنامجكم نحن هنا هذا البرنامج الذي يهتم في تغضية اهم الانشطة والفعاليات الموجودة في المملكة العربية السعودية نحن هنا اين سنكون اليوم اليوم سنكون في معرض الصقور والصيد السعودي الذي نظمه نادي الصقور السعودي لنتعرف اكثر عن هذا المعرض سيكون معنى مراسلنا من ارض الحدث سعيد الواهبي اللي نتعرف اكثر عن المعرض وعن الفعاليات المصاحبة للمعرض حياك الله يا سعيد الله يحييك اهلا وسهلا اخوة فيصل مرحبا سعيد كيف تشوف المعرض عندك واقبال الناس والزوار عن المعرض سعيد حدثنا عن التنظيم للمعرض ومدى الدقة في تنظيم هذا المعرض اهلا وسهلا الحقيقة انا اليوم متواجد في معرض الصقور السعودي الذي يقام تحت تنظيم من نادي الصقور السعودي في دورته الثانية الموسم هذا موسم مختلف بجميع المقيس تنظيم مختلف وتنظيم اكثر من رائع الهدف الاساسي من هذا المعرض هو تنمية وتعزيز الثقافة السعودية وتأصيل حب الطير حب الصقور حب الصيد التي هي فعليا ارث حضاري وتاريخي يتميز به الشخص السعودي التنظيم يعني فاق الخيال صراحة وادهشني انا كنت حاضر الموسم اللي فات هذه الدورة الثانية تنظيم مختلف تنظيم اكثر من رائع هذا نعم الدورة الثانية نعم ما شاء الله تبارك سعيد صراحة انا احسدك انك في هذا المكان في هذا الجمال في معرض الصقور والصيد السعودي سعيد نبيك تحدثنا عن ابرز الفعاليات المصاحبة عندك في المعرض زي ما ذكرت لك سابقا المعرض متنوع ما ركز تركيز كل على الصقور وعلى الصيد متنوع فيها فعاليات ثقافية فعاليات ترفيهية المعرض يحتوي على اكثر من ثلاثين قسم خاصة فقط بالصقور فيه ايضا اكثر من قسم في قسم لأدوات الصيد لوازم الرحلات فيه ايضا امسيات شعرية فيها يعني العديد من الاجنحة التي تهتم بالصقارين تهتم بأدواتهم باحتياجاتهم معرض الصقور والصيد السعودي نافس الكثير من المعارض اللي حضرناها سابقا اشكر حقيقة من هذا المنبر يعني نادي الصقور السعودي على هذا التنظيم اسمح لي اخي فيصل اخذ استضافة مع اشهر الصقارين المتواجدين في هذا المعرض الاستاذ عبدالله سيف اهلا وسهلا بك استاذ عبدالله وبالمتابعين الكرام الله يحييك ممكن تحدثنا بشكل اوسع عن الاشياء اللي لمستوها في هذا المعرض او الاشياء اللي تغيرت عليكم عن الدورة السابقة حقيقة المعرض في هالسنة هو عبارة عن امتداد لسلسلة من المعارض السابقة في العوام الماضية وتطوير عالي في هالمعرض ابشرك ان المعرض هذا لمسنا فيه عدد كبير من الحضور حتى كان فيه عدد كبير من الشركات المنافسة في الاعلانات حسنت هل هناك صفقات عالية رهنت عليها وفعلا كسبت فيها خلال هذه الدورة؟ احنا في بداية الان المعرض لكن البدايات تبشر بخير ونتوقع ونأمل بان المعرض السنة هذي حيضرب يعني بيضرب اقوى معرض للسقور على مستوى العوام السابقة وباذن الله نحقق المراد واكثر باذن الله سعيد ودد نوجه سؤال لضيفنا فضل عن انواع السقور وكم تتراوح اسعار السقور كم اعلى سقف او اعلى سعر للسقور الزملاء في الاستوديو يسألون عن انواع السقور واش اغلى انواع السقور المتواجدة حاليا في المعرض الانواع كثير الموجودة يعني فيها انواع كثير فيه الانواع المتعارف عليها مثل الشيهان والحر والوكري وغيرها من انواع السقور لكن السنة هذي كان فيه مجموعة من السقور الفريدة نحتاج رقم يعني كم اعلى سعر بالضب ان شاء الله انها ارقام تصل لستة ارقام ان شاء الله في الملايين شكرا لك انا سعيد جدا بصدراتك الله يسعد الله يسعدك وحنا سعيدين اكثر شكرا لك استاذ عبدالله سيف شكرا لكم انتم عزيزي المشاهدين قبل ان اختم الجدير بالذكر ان هناك اكثر من 48 شركة مختصة ببيع الاسلحة وادوات الصيد كانت حاضرة وهذا جهد يشكر للجهة المنظمة كنت انا معك هنا من ارض الميدان اخوي فيصل انتقل لمايك يعطيك العافية سعيد عرفتنا صراحة على الكثير من جوانب هذا المعرض الذي يهتم في الصيد والصقور يعطيك العافية سعيد شكرا لك على هذا التعريف عن المعرض معرض الصقور والصيد السعودي معرض متنوع فيها الفعاليات الكثيرة معرض كان من ضمن فعالياته للترويج عن هواية الصيد السعودي انه وصف من ابرز منطلقات رؤية 20-30 نتمنى ان قد تعرفناكم على هذا المعرض يعطيكم العافية متابعين الكرام يعطيك العافية سعيد الواهبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة